موسيقى كان مقرراً الانتهاء من أشغال إنجاز هذه القنطرة مع نهاية سنة 2022 لكن بطء الأشغال بالقنطرة ومعها أشغال خط تراموي تحتها يزيد من المعاناة اليومية للسائقين ويتسبب في اختنق حركة المرور في واحد من أكبر شوارع الدار البيضاء تمر عبره آلاف السيارات والشاحنات والحفلات وسيارات الأجرى يومياً مكرفسين السائقين لا مهانيين لا السائقين العاديين مكرفسين الناس على الجليوم يعني خصوصاً هذه القنطرة تعطلوا فيها بزيف كان جيو من الخريب عدنا المشكلة عدنا المشكلة ولا عدنا نفس المسافة ونفس الوقت كيف نأتي من خريب قد تل دخلق بحل من الدخلة هنا إلا كنا نديروا جسوع من خريب قد هنا وإنا كنا نديروا جسوع سأقاف هنا عفت الطريق هذه عفت الطريق من ديول مع هذا الأشغال هو ديولت في كرفس الصراحة أدأ بنا لقد أدخلوا وسط السناقية ونفعوا ندوروا في مكينة وكان دوكلي دودان عحساب دريل الصغار في موت صراحة تكرفسو عنا بزيف ونتمنونهم الله تقليل يسروبا يزربوا بها شوية الجسر المعلق بشارع محمد سادس سيكون أطول جسر حضري بالمملكة يمتد لحوالي كيلومتر بعرض 16 مترا ويرتقى بأن يكون جاهزا بعد أسابيع معدودة حسب معطية مجلس مدينة الدار البيضاء الذي أوضح أن تقدم الأشغال تجاوز نسبة 90% أولا تنعتادر السكينة البيضاء على الأشغال والأوراش المفتوحة واللي كانت واللي مبقى لعوال والتساري إن شاء الله رحمه الرحيم ثانيا بالنسبة للمنشأة الفنية القنطرة الأشغال وصلت فيها أكثر من 90% مبقى لعوال والتأهوم الأشغال ديها إن شاء الله رحمه الرحيم قنطرة شارع محمد سادس مشروع طموح ومعلمة معمارية متميزة ستسهم في خلق إضافة نوعية لشبكة المسالك الطرقية بالمدينة وفي فك أزمة السير والجولان في هذه المنطقة ذات الحركية الكبيرة ترجمة نانسي قنقر